أكد محافظة البنك المركزية دكتور زياد فاريز أنه لن يتهاون في وضع تشريعات لحماية الجهاز المصرفي ودعم التكنولوجيا المالية وأضاف خلال افتتاحه لفعاليات مؤتمر الأردن الاقتصادي العاشر حول بلوكتشين أو ما يسمى سلسلة الكتل للعملات الرقمية ومخاطر التعامل بها وأن الأمن السيبراني يعد من أكبر المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي والذي يتفاقم مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا وتطبيقاتها من جانبه قال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني إن الهيئة تحذر شركات الوساطة والمتعاملين التعامل بهذه العملات منعا لضياع مدخرات المتعاملين من جهة أخرى رأى رئيس مجلس إدارة بورسة عمان أن الإجراءات الضريبية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لتخفيض العز التجاري ستولد حالة من حرب العملات على مستوى العالم سيزيد من وجود عملات رقمية والتي ستحل مكان الدولار تدريجيا ويناقش المؤتمر خطر التداول بالعملات الرقمية على الاقتصاد والأفراد وتطوير البيئة التشريعية وأمن وسلامة المعلومات المالية والحسابات في ظل التكنولوجيا المتقدمة فإن الفينتكس لا تمثل مخاطر وإنما تمثل أيضا فرص فرص عظيمة لمحالجة مشاكل وفجوات لم تتمكن المؤسسات التقليدية حتى الآن من محالجتها فرص عظيمة من لس Brain وينا متى بن حما gathering